أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرف فاعل في معادلة الحضارة المصرية الملهمة والقيادة السياسية المصرية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي وهو من عكس على انخراطها في كافة مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلط بها والمنعقدة في رواندا حيث تمت مناقشة المساواة بين الرجال والنساء على مر التاريخ المصري العريق مثلت المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرفا أصيلا في معادلة الحضارة المصرية الملهمة للعالم بأسره وفي تدشينها الحالي للجمهورية الجديدة أبت الدولة المصرية إلا أن تحقق تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي قوي بالتوازي مع إجراءات ملموسة على أرض الواقع وذلك في ضوء إيمان القيادة السياسية المصرية بضرورة استغلال وشحن همم المرأة المصرية بما تمتلكه من جينات حضارية وفي هذا الإطار انعكس حرص الدولة المصرية على انخراط المرأة في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تمييز بينها وبين الرجل على جميع الأصعضة